بعد أن منحته ثقتها وأموالها من حصة ورث أبيها جزاها زوجها بالقتل بصورة بشعة في قضاء غماز بمحافظة الديوانية من النجف يقول ذو المغدورة فضاء إن جريمة قتل ابنتهم كان مخططا لها من قبل زوجها وأفراد أسرته بشكل وصفوه بالمجرد من الإنسانية الفادة قاعدة من أنهم متعاركين طابة لغرفة محرقة روحة بس الأصلية جبناها من الكاميرات الأصلية هي كانت عد جيران راكضين وراها زعلان عد جيران رجلها بالسيارة ومفتح أربع بيبان يعني مخططين للعملية وبندقية مخلين بباب بيتها طلعت هي وصلت الباب طلع ابنها طلعوا جهالها وراها رجحهم وبنها قالوا مردوا إجل الباب أشال البندقية سحب طلقة وطبراها للبيت المهم ضربها طلقة والناب ضربها فوق الإذن ضربها بالأخمص وضربها برأسها فوق وقعت رجلها فتح الباب هاي بالكاميرا البلبيت سبعة سبعة وثلاث نسوان نزعوها هدومها وجابوا قلم بانزين أحرقوها وشالوها بالقطعة مالزولية سبب المشاجرة والوفاة والقتل ألموهد ورثبوها الشهيد أخذوه منعدها بيت بخمسة واربيعون مليون وسيارة وذهب سجلوه باسم بالتختة داعتها بالورث وسوه بهذا العمل لا تجد أمه فضاء سوى النحيب والعويل على فقداني فلذة كبدها سبيلا لتصبيرها تطالب بأن تأخذ العدالة مجراها في حين يدعو عمها أن تكون الإجراءات القانونية بهذه القضية أكثر وضوحا بعيدا عن التدخلات والضغوطات أريد عدامه أريد عدامه عجوزها عذبته ورجلها كتله العجوز عذبت والرجل كتل أول ما كتله والدور حركها بالبنزين 15 عاما من العشرة لم تمنع الزوج من الإنقضاض على أنفاس زوجته بعد أنفج رأسها وحول جثتها رمادا بعد حرقها مخلفة أطفالها الخمسة والكثير من الألم من النجف محمد رزاق التغيير